موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى كيف نحدد الشكل المثلثي للوحد عدد عقادي هذه فقرة من الفقرات التي لديكم في الدرس العدد العقادي بالنسبة للثانية وعلم تجربية سنحاول نشرح كيف ن ropes نلقي الشكل المثلثي للعدد العقادي وما هو نحاول نطبق عمل هذا المثال يعني نحاول نلقي الشكل المثلثي للعدد A سنكون قد يحدد الشكل المثلثي من المعلوم التحدثي للحوايج حساب المعيار قد يكون عارف غير أنه إذا كان عندي واحد عدد عوقات Z كي ساوي X زائد EY فإنه المعيار Z كان رمزه في حل الرمز القيمة المطلقة رأى كي ساوي الجدر مربع الجزء الحقيقي والستنان الجزء الحقيقي يعني هو هذا الـ X الذي يكون عندك أنا مضربش في E زائد الجزء التخيلي والستنان يعني زائد العدد الذي مضرب في E بوحده وهذه أول حاجة يعني هذا يجب أن تكون عارف أولا حساب المعيار ثاني حاجة يجب أن تكون عارف وهي جدول القيم الإعتيادية للكوس والسين هذي ثاني حاجة يعني خسك تكون عارف ذاك الطابل وكنت تدرسوه في التاسعة أو في السن كيام كي يكون فيه ذاك شي دل الكوسينيس والسينيس هذا الجدول هذا أنا رسمه هنا عندك الزاوية الإعتيادية هما صفر و بي على ستة و بي على ربعة و بي على ثلاثة و بي على جوجي الزاوية 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 الثالثة و بي على ثلاثة و بي على ثلاثة آخر جدر 2 على 2 جدر 3 على 2 و 1 وهنا هنا مقلبين 1 جدر 3 على جوج جدر جوج على جوج 1 على جوج و 0 مزيان يعني هذا ستكون عرف على الطابل هو هذا و 3 حاجة هي تكون عرف 1 بسيطة هنا ثلاثة هنا تلك الخاصية التلخيص التلخيص الخاصية المثلثية يمكن نسموها السمية هذه ماذا نقوم بإمكانكم بإمكانكم لذلك يكون عندي واحد عدد عقدي و تكون عندي هنا نبدأ بالكوسينيس هو الأول كوسينيس و من بعدها السينيس و من بعدها الزاوية ألفة الموافقة نحاول أن نضخصها لشكل طابل 1 1 3 4 مزيان لذلك يكون عندي الكوسينيس موجب و السينيس موجب كناخد الزاوية نفسها الموافقة الذي لديه في الطابل هنا ألفة كما يكون الكوسينيس موجب و السيني السالب كناخد المقابل للزاوية اللي هو ناقص ألفة و كما يكون عندي الكوسينيس موجب كناخد ب ناقص الزاوية ألفة الذي لديه في الجذول و كما يكون الكوسينيس السالب و السينيس السالب كناخد ب زاوية ألفة و آخر حاجة سنتظر عليها هنا وهي الشكل المثلة كيف يكون مكتوب كيكون مكتوب على الشكل التالي إلا كان فعندي Z يقوم X زايد X زايد Y ف يكون المعيار Z يقوم كوسينيس ألفة زايد E سينيس ألفة هذه هي الشكل المثلثي بحيث المعيار Z يجب تراح المعيار ماذا تحصل عن أن تعرف هذا الطابل إلى أن تعرف كونينيس الزاوية وسينيس الزاوية بحيث هذه الزاوية ألفا هي التي تسمى بعمدة العدد العقادي و ترمز لها بلاغ جيمو يعني هذا الألفا الذي لديه هنا وسط الكوسينيس وسط السينيس يرمز لها بـ ARG Z أو اللغة العربية عمدة العدد العقادي Z مزيان سنحتمل أن نعتمد على هذا الشيء الذي كنت قلت هنا الذي شرحت في هذه الورقة لكي نفعل الشكل المثلثي من هذا الأل الذي لدينا هنا الذي هو ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة E أول حاجة بالنسبة لكي نعرف الشكل المثلثي من أحد العدد العقادي وهي الحساب المعيار يعني سوف نحسن حساب المعيار A كي ساوي جايدر مربع شنو كندير الجزء الحقيقي والسي ثنان اللي هي ناقص ثلاثة لكل والسي ثنان زائد الجزء التخيلي اللي هو ناقص ثلاثة أو ثاني الكل والسي ثنان كنحسب هذه القيمة هذين شوف حكا تساوي أغلق المعيار A كتساوي جزء مربع تسعة زائد تسعة اللي هي جزء مربع تمنطاش اللي هي جزء مربع تسعة في جوج اللي هي جدر تسعة في جدر اثنان اللي هي ثلاثة جزء مربع اثنان هذا هو المعيار ديال A يعني أنه معيار أفهل الحالة هو ثلاثة جزء مربع اثنان من بعد شنو غادي ندير من بعد غادي نرجع A اللي هي ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة اي وغادينا حاول نعمل بالمعيار اللي هو ثلاثة جزء مربع جوج ماذا سيقول عندي ؟ ثلاثة جزة مربع جوج عامل لي يجب أن تضع في بلغة شيئا واحدة وهو أنه عندما نعمل بواحد العدد سنقسم عليه جميع الأطراف التي يوجد في ذلك العدد ماذا سنقسم؟ نقسم ناقص ثلاثة التي لدي هنا سنقسمها إلى ثلاثة جزة مربع اثنان أو ثاني ناقص ثلاثة أخرى سنقسمها إلى ثلاثة جزة مربع اثنان مضروبة في ا هذه هي تسمى التعميل العدد الذي نعمل به نقسم الآتة كامل Truman ماذا سيقول عندي هنا نقسم ثلاثة جزة مربع اثنان عاملة نختاز هناCon 3 الثلاثة ثلاثة 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 ستقول عنующ one نقسم dude Z ذلك علي Studien لذلك للمجد gewida وبالتطوري سنبدأ للمجيمة يت говорят لي ناقص 2 على transforms علينا بالتطور ellos هناك مشكلة في شكل المثلثي نكتب علي في الشكل المثالي نكتب على الشكل المعيارد Z أعمل cos alphaskis alpha ما فعلت هنا ؟ أحاولت نفعل هذا هنا كيف أعمل أجدت أن أجلت تلشة جذر جوج أعمل نقص جذر جوج على جوج ونقص جذر جوج على جوج A ماsqueه يجب أن أجعل هذا أجعل؟ أجعل أن أعرف ما هي هو الزاوية للكوسنوس ديالها يتساوي القيمة المطلقة لها العدد هنا نقص جذر جوج على جوج أجعلنا قائمة الموجبة يعني القيمة المطلقة التي هي جذر جوج على جوج يجب ان نعرفامing ما هي هي pans ثاني حاجة كنشوف انه في Home ثاني كنشوف ان شوف الاشراظ ديالهم عندي انه ساليب و ساليب اليهرار وهذه الحالة cheer يعني كوزينيس سالب والسنس سالب يعني ما نفعله؟ نأخذ با زائد الزاوية لتقبلها الزاوية التي قلت كوزينيس دياله كأس يأوجد كدر جوج عاما هي با على 4 يعني سأخذ با زائد با على 4 يعني سنعود هنا وفي البلد واحده ناقص كدر جوج عاما نضع كوزينيس با زائد با على 4 زائد اي ونفعل أخرى سنعود با زائد با على 4 وخلاص ستبقي الآن لدينا هذه الثلاثة مربعية واثنان 1 سترجم A إذا فعلتم A 3 أو 2 في د Luna سترجم 2 مقامه 1 إذا أرى 4 أغلب 4 4 بي على 4 5 بي على 4 سترجم E 5 بي على 4 سوف نكمل وهذا ما يسمى الشكل المثلثي للعدد العقدي الشيء التي نستجح هنا وهو أنه المعيار A ليس ترجم 3 أو 2 ولا نقوم بإمكانه بإمكانه لا نكتبه بإمكانه 3 شرطات ستقرأ يوافق هذه الزاوية التي كانت وسط الكوسينيس وسط السينيس وهي في هذه الحالة 5P على 4 ونزيده هنا 1 بترديد يعني أنه عندك العدد A هو هذا العدد الذي لديه هنا وهو 5P على 4 ومعيارها هو 3 جهة مربع 2 يمكن أن نقوم بإمكانه مباشرة من بعد الشكل المثلثي نقوم بإمكانه وهذه كاملة وهي كوسينيس الزاوية زائد F يمكن أن نقوم بإمكانه الزاوية التي لديه في هذه الحالة 5P على 4 وهذا هو الثاني الذي تسمى الشكل الأسي لعدد عقدي وهو عبارة عن استنتاج مباشر من الشكل المثلثي وهذا ما الذي لديه في هذا الفيديو هذا في الفقرة الشكل المثلثي للعدد عقدي والسلام عليكم ورحمة الله